إذا كان عندي سؤال لمت لما الـ X تقتل من الصفر لـ Absolute Value للـ X على X بدون Absolute Value الآن أول ما بشوف الـ Absolute Value أو القيمة المطلقة بفكر بإيش باليمين اللي صار اللي هو إعادة كتابة الـ Absolute Value مثل المثال السابق الآن الصفر في النص جهة يمين الصفر شو هي الـ Absolute Value شو تساوي؟ تساوي الـ X ودائما يسار الصفر تساوي إيش؟ تساوي السالب X تعلمنا أنه الـ Absolute Value دائما تكتب الطريقة هذه تساوي X لما الـ X أقبل من أو تساوي الصفر وتساوي السالب X لما الـ X أقل من الصفر اللي هو ترجمتها إلى هذه الرسمة الآن الـ Limit بأخذ الـ Limit بأنه الدالة عندي كأنها متفرعة بأخذها مرة من جهة اليمين ومنرة من جهة اليسار فبقول الـ Limit لما الـ X تقتل من الصفر من جهة اليمين جهة اليمين الـ Absolute Value أو القيمة المطلقة شو تساوي؟ تساوي X فالـ Absolute Value لـ X بشيرها وبحط مكانها إيش؟ قيمتها X فبتكون X على المقام المقام بكم؟ بـ X X على المقام X أي شي على نفسه بكم؟ بواحد فهذه الـ Limit لا تفكر تحط الصفر تعود الصفر لأن الصفر على الصفر راح يكون عندي عدم تعيين وعدم تعيين معناها لازم أسوي الاختصارات وهذا اللي سويته بأخذ الـ Limit لما الـ X تقتل من الصفر من جهة اليمين الـ X أي شي على نفسه بكم؟ بواحد فإذا كان هذا الرقم واحد أو أي عدد يكتب نفس ما هو بغض النظر الـ Limit أين رايحها؟ الآن الـ Limit لما الـ X تروح للصفر من اليسار مرة ثانية عندي Absolute Value الـ Absolute Value من جهة يسار الصفر شو تساوي؟ تساوي السالب X على؟ على كم؟ على الـ X وهذه تساوي الـ Limit لما الـ X تقترب بين الصفر من اليسار سالب X على X بكم؟ الـ X راح تروح مع الـ X راح يبقى إيش؟ سالب واحد فالجواب هنا سالب واحد وهذا عدد Constant ثابت معناها الجواب كم؟ سالب واحد هل جهة اليمين ساوت جهة اليسار؟ ما تساوي هذول لا يساويون بعض إذن الـ Limit لما الـ X تقترب من الصفر القيمة المطلقة للـ X على الـ X غير موجودة does not exist السبب أنه جهة اليمين ما ساوت جهة اليسار